سري للغاية هكذا عنونت صحف ووكالات أمريكية حول تفاصيل الأمنية التي سربت لبنود خطة إسرائيل لهجومها المتوقع الذي ستشنه على إيران تحت تلك الفضيحة التي قالت واشنطن أنها تفتح تحقيقا لمعرفة المسربين لتلك المعلومات الأمنية نقلت وكالات إيرانية عنويل التسريب الذي كانت تتحفظ عليه تحالفات خمس أعين استخباراتية وفقا لوكالات والتي تضم أمريكا وبريطانيا وكندا ونيوزلندا وأستراليا حسابات مؤيدة لطهران نشرت وثيقتين استخباراتيتين أمريكيتين مزعومتين حول استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران مما تسبب في قلق أمريكي بشأن خرق أمني كبير محتمل بحسب وكالة السوشيات ديبرس فإن تسريبات أشارت لأن إسرائيل تقوم بتحريق أصولها العسكرية والذخائر إلى مكان ما لم يتم تحديده تجهيزا لرد عسكريا على الهجوم الإيراني الباليستي كما توضح طبيعة التدريبات العسكرية الإسرائيلية المكتفة تجهيزا للرد بما في ذلك تدريب على إطلاق صواريخ جو أرض والأنشطة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في قواعد سلاح الجو مؤخرا توقيت التسريب زمنيا والذي يأتي عشية محاولة اغتيال نيتنياهو وضعت تحت مجهر المواجهة المرتقبة بين إسرائيل وإيران بمعايير خطيرة من بينها وجود مخططات أخرى لدى إسرائيل قد تجهزها بما يخالف وعودها السابقة لواشنطن بعدم استهداف منشآت نفطية أو نووية تحديدا بعد تهديد إيراني بأنها وضعت مخططات بتحديد أهداف في إسرائيل في حال هاجمت تل أبيب منشآت إيرانية تهديدات تصاعد لغة المواجهة أكثر من أي وقت مضى ويضرب بحسب خبراء جهودا دولية حثيثة في وقف شريط الصراع الممتد تهديدات تخفيين